مرحبا بكم مرأة أخرى في بلاتويت برنامج الميديكال كما تشوفتوا باحذين جيهان غزي الأخصائيات التجميل مرحبا بك جيهان عسليما فاتوما رمزانك مبروح العام حيا بخير اليوم إن شاء الله بش نحكيه على طريقة العيني بالبشرة متعنا خلال شهر رمزان كيفيش نحاولو إن أحنا ديما نخليه فيما نظارة وفيما إكلاء هاي لبرشة أما بش بيقي بش نحكيه على التغذية وكل ما هو نظارة وكيفيش نجم الحظ على صحتنا معا بيانسيغ أختنا والأخصائية في التغذية مدام خلود إدبيا ديما نحب رمضان تقسمك بسيح خلود مرحبا بك يا عيش كفاس ما إن شاء الله كل عام تبحين بخير إن شاء الله صني دايما وصحة الشيبيت كل مناسة كلنا لتسمع فينا يعطيك الصحة خلود تعرف في شهر سيدي رمضان تكثر الشهوي تكثر الأطباق والعبات اللي كل نحب نضيفه بعضنا وكل حد ومشكلته دونك أهم حاجة قلت نحب نحكي عليه هي الزيت الزيت القليين كيفاش نطيبه ميكلة مقلية وحاجات في الزيوتة قلت يرات عن بارشة ما شك بتبيع الميقلي بصفة عامة يحب ذوت وينسا وموجود الحقيقة في الميكلة متاع البريكا في رمضان ميقلي فهم حلو ميقلي كيما اليو كيما الزليبي كيما المخارق نزيدوا ساعتنا عنه شوية تستيره شوية كيف تاجي ميقلي يولي ساعات طاولة كاملة فيها كيما الميقلي ما ننسوش في التاغذي حاجة ميقلية راهي سعر حرارية معناها قديش تسميني الزارة بتلاثة هي البريكا راي بيه فيها قيمة غذائية فيها التن اللي هي مصدر اللوميكاترواب فيها العظيمة فيها شوية البطاطا شوية المعدنوس فيها جبن بيه خارق العاد لكن كي تجليها تولي سعر الحرارية فوق الضارة بتلاثة وبطبيعة اللي هنا فهم زيوت فهم زيوت مهدرجة اللي هي ما نصحوش بها وعندها عدد أثار جانبية في الجسم كيما شو مثلا شو تصير انتي قطلي أول مرة بالحق نعرف اللي نجم نعمل كرش في بالي سكريات هاي اللي تتخزن في البطن قطلي ليه راهي المقلي هو من الأسباب الأولية بالطبيعة المقلي الزيت بصفة عامة من أكثر الأسباب اللي تعمل لنا شحوم في الكرش وتنجم عندنا زادة دهون حشوية هي جريس فيسيرال دهون ديرة بالكبد والأعضاء ساعة واحد يمشي عادي يقول لها يعمل يعمل إيكو مثلا عند الطبيب يقول لها تياك مش حم عندك شحم الداخل اللي هو ما يظهر ليشي اللي هنا هي دهون حشوية جاية أكثرية من المجلي وكمية الزيوت الكثيرة الكبدة مثل الجمش تصفاها وكلها تولي تتخزن في الكبد وفي الأعضاء الداخلية ما تحدش حمال يدور بالكبدة زادة تابع كيف ناكله المقلي كل شيء مش حالة مرضية هو الحقيقة اللي هنا عندنا التغذية اللي هي أكثر حاجة دي ما نقوله على التغذية خطر إنسان في صحة جيدة يأكل بالجداء التغذية متوازن يبقى على التدخين ويمارس الرياضة بشكون في صحة جيدة لكن كنكونوا يكثر كميات الدهون المشبعة ذي اللي زاسيد جراترونس في وسط الجسم تولي تكثر الأمراض ومنها الأمراض المزمنة لملادي ميتابوليك نقولها منها ارتفاع الضغط الدم ارتفاع الكوليستيرول السيء في الجسم ومنها الأمراض السكري وأمراض بصفة عامة لملادي ميتابوليك نقوله عليها ذي تبدأ لكثري حني توانسة رأى أكثر مكلتنا هي مكلتنا توانسة بيها رافاقية غذائية متنوعة متنوعة يا تكسحة لك رانا نقلوا برشا وكي تكثر القليان معناها تكثر الزيوت النباتية كيما الويلدو كولزا وويلدو مايس هي زوز جيدة فاطمة راي فها معناها مكونات جيدة جدا لكن كي نقلها توانسة تتعرض لدرجة حرارة كثيرة برشا وتكثر فيها الليزاسي ديجراء ترونسة اللي الأسي ديجراء هذين المتحولة اللي تتقلق في وسط الجسم وتعمل أمراض المزمنة ومنها نحلو الباب معناها اسميلي عليكم على الأمراض المزمنة اللي حكينا عليها يقولك سيدة فامانيس اللي تستعمل زيت زيتونة وتقلب زيت زيتونة راه اي الحقيقة زيت زيتونة هو في قيمة غذائية القيمة الغذائية coachella زيوت تكون في في حالتها الني any معناها مش متعرضة للحرارة حتى زيت زيتونة في الأوميغا 3 فيها معناها ديما نحكو على زيت زيتونة هو في التوب معناه في الأول في الزيوت مضطر الأكس ذاって فيدا مين او لكن الويتامينات هذه تتأثر بالحرارة كي نجلي معاش عندي قيمة غذائية معاش نحكي علي قيمة غذائية وزيت زيتونة ما يقبلش درجة حرارة راهي تيكل الني معناها تحط الصباح معناها في سحور متاعك تعمل مثلا تريد خبز وزيد ولا تحط معناها عصليتها متاعك أما راه زيت الزيتونة غير قابل القليل بالنسبة الزيوت القابلة للقليل معناها تحب درجة الحرارة العالية هي كما الولدو كلزا وولدو ماييس هي زيوت النباتية لكن وقتها تكثر فيها تكثر استهلاك للأوميغا سيس وكي تكثر استهلاكنا فاطمة الأوميغا سيس أكثر من الأوميغا تروا تولي عن النيرفوزيتي وهذا موجود في الشعب التونسي تحسوا ديما على عصابنا تحسوا ديما بتنرفز وهذا التوم بتاع الأوميغا ما كشار مت بالمعنى ولا حاجة تولي المقبل بلاتوتا نرفزت شوي ليه 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 تونسي بصفة عامة فاطمة صديقتي عادي والله لا لا والله تونسي بصفة عامة ذا هو معناه في رمضان يكثر أما بصفة عامة الأوميغا سيس بصفة عامة كي تكثر راي تكثر النيرفوزيتي عند الناس وسترس وأيضا زيدا ارتفاع الكوليستيرول ساعة واحد يقول لك والله عندي الدوخة ساعة عندي الروجة ورص يظن علي ونحس كي الزنزانة كي الميجرين تطلع ليه ما عندشي ميجرين لحشي لكن ارتفاع الكوليستيرول يسبب معناه هالزنزينة هذية السبب هذيك زيدا ممكن العبادة اللي بعد ما تشق الفطري دي كان كلت حاجة برشة حاجة مقلين هي تخلي عندك الوجيعة متاع الرأس يعطيك الصح هيك الوجيعة ديك ميفوقش باهمنيش يقول لك إذا أنا ضربني البرزة مطح لي السكر زي ما شنو لكن ليه ديك روجيعة الكوليستيرول معناها ارتفاع الشحوم في وسط الجسم وهي معناها تسببنها الوجيعة في وسط الرأس ولقلق بالجداء زيدا الناس اللي عندها لحب تقول لك حب الشباب والبشرة متاعي زيتة ونعديد يعلي بشرتين حس بالزيت هذيك من كثة الزيوت اللي تستهلكها اي حاجة بشتاكلها راي بشتخرج على البشرة على البشرة بصفة عامة دوك شو الحل هنا كيفاش يزبنا نطيب وشنو الطريقة الصحية للطهي الحل هي راي مكلتنا كيما حكينا بالنسبة للبريكا راهو والكبتيجي والمكلة التونسية البنينة هذي كلها جي بطريقة أخرى في الفور أي حاجة نجليها نحطها في الفور راي تجي بنينة وجي تلت هشة شو محليها نجم زيدا نحطها في الأيرفراير طوام وجود اللي هي معناها بالهواء السخن وتعطينا حاجة بها لحقيقة ذات قيمة غذائية وجيدة نجم زيدا نقول لني حتى كان انت شتيت حاجة مكلية راي للحرمان لإفراطها شوية بارك شوية بارك معناها بريكا في الجمعة ولا بريكا مرتين في الجمعة راي هي مش بتعملك الأمراض المزمنة ولا مش تقلقك بالعكس معناها مش تكون جو ولم لكن الاستمرارية الكمية الأكثر من الإفراط في الكمية هذيك اللي قلقنا وستورته رمضان ورمضان نظيف ماذا بينا نخرج لرمضان أمونا مريقلا ومعنا حتى مشاكل صحية صحية هذا أهم أهم حاجة نرجع حتى على جملة صغيرة كيف نخلق فمع بيت حياتها هكا معطا مش اشهر رسيدي رمضان باركا معطا بالحق ناس تحب تكرر البره من دارها تحب حتى تقلي برشة زيوت ومش حتى بريك معنا يقول ديما عندهم بطاطا حاجة دونك في العادة تمتاحهم الغذائية متنجمش في نهار وليلا ما دام تقول له لقت ناحية هذيك ورانا بش نبدلوا السيستيم كامل على أقل شوالي زيتاب لولاني النجم السنسو بيهم الناس ونعطيهم ديزاستوس سهلة باش يقلع شوية على المذار متاع الزيوتا بالنسبة للناس تقول لك لاني نحب التشطيش هذكا قولها ترعي في كوجيدي نحب نتشط شيء كل يوم تقول لي مثلا طيب مرقة ما تجي معاها كان الفريط ولا يا مدام راي المرقج تقول لي المرقة جي معاها كان الفريط أنا ما نفهمش مرقة معاها فريط تقول لي هنا الحقيقة تنجم راه والله بطاطا في الفور تعملها شوية زعتر شوية كليل تعملها الزيت بالفوق وتولي كتتتجرمش معناها وبنينة وتهبل تحط في الفور شي بنينة تنجم زيدا معناها أي حاجة ري مجلية صدقني رجل جربها هذا هو جرب في الفور وفوح وبعد وفوح بالكديك فوح بالكديك الزعتر والكليل وتعملها فلفل أحمر زيدا تحبها شوية معناها فاحروري وراء تجيك بنينة وحاجة خارقة للعادة وما تشربشها كالزيد ولا ساعات معناها نقولها أني كانت تدهنة شوية بالزيد معناها تحط بغير فتين زيد معناها صحفة كبيرة بطاطا وتحطها مثلا في الفور راء تجيك تتجرمش فيها كتتجرمشة متاع المقل عاما راي صحية مية بالمية مثلا نوسمل عليكم للنجينة من المرشيعة وللأمراض نبدل وصورتو الأم معناها كتتبدل لحيائتها للعائلة رأي العائلة كلها تمشي معها وتولي معناها في الجو متاع الأكل الصحي صحي هذا هو مرسي بكو خلود اتبايبا خصائد التغذية مرسي على المعلومات لقدم كل مزيد